الرأي ده ولا الرأي ده أنا استوقفني في الحقيقة تصريح مهم جدا من كابتن حسام البدري ولازم أقف عنده يعني كابتن حسام البدري مبارح بعد المباراة يعني أتكلم وكان مصر جدا جدا في أحاديثه عقب المباراة في مختلف وسائل الإعلام أنه ينتصر لوجهة نظره وهو قال تصريحه وما كانش موفق فيه في الحقيقة خالص وما كانش في محله يعني التصريح ده لما قال إيه؟ قال أنا رمضان صبحي ناس انتقادتني أن أنا خدت رمضان صبحي يا رأيك في رمضان صبحي هوا يعني كات وجهة نظري صح فأنا عايز أقول لك يا كابتن حسام بعد إذن حضرتك يعني حضرتك مدرب منتخب مصر مش مدرب رمضان صبحي حضرتك مدرب منتخب مصر مش مطلوب من حضرتك أبدا أبدا أنك تقول أنا كات وجهة نظري صح في اختيار صين أو صاد خالص أنت بتدرب والمدير الفني للمنتخب ككل مش لعيب بعينه وبدل ما حضرتك يا كابتن حسام تحاول تنتصر تنتصر يعني لوجهة نظرك وأن أنت كنت صح وطبعا بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر كلنا في ظهر أي لعيب حيلب استيشرت منتخب مصر لأن المصلحة واحدة المصلحة العامة هي الأهم مصلحة المنتخب هي الأهم ده أمر مفروغ منه لكن ما حاولش بقى أنا كمدير الفني أحاول أن تصل لوجهة نظري عشان بعض انتقدني مش بعض ده كل انتقد الكابتن حسام بدري أنه اختار لعيب بعينه يعني فبدل كده كنا منتظرين من كابتن حسام بصراحة أنه هو يطلع يقول لنا أسباب المستوى المتدني من المنتخب في مباراة الأمس لدرجة لدرجة أن الجمهور المصري خايف جدا قبل مباراة العودة أو مباراة الجولة الرابعة في التصفيات اللي حتكون بعد بكرة بإذن اليوم الثلاثة في توجو فكنا منتظرين من كابتن حسام توضيحات أكتر بإيه السبب أن احنا أدقنا كده طب الحلول عشان يبقى أدقنا في تطور مستمر أو يبقى شكلنا أفضل يعني أو عشان تخاف مننا المنتخبات الأفريقية خصوصا أن احنا عندنا عناصر قوية جدا وميزة جدا من اللاعبين سواء اللاعبين محليين أو محترفين يعني لكن الكابتن حسام البدري يعني اهتم قوي أنه هو يقول يا جماعة أنا الصح أنا وجهة نظري اللي مصبوطة من اليوم في المئة ما فيش مشكلة لكن لازم الاهتمام كله يكون بمجموعة اللاعبين بالكامل في المنتخب وبمصلحة المنتخب العامة وده أهم شيء يعني في الحقيقة فدي الملحوظة لحبيت أتكلم فيها برضو مع حضراتكم وحبينا أن احنا نتكلم فيها لكن في كل الأحوال في كل الأحوال احنا بنتمنى كل التوفيق طبعا للإدارة الفنية للمنتخب الوطني لأن زي ما قلت لحضراتكم المصلحة عامة ومصلحة واحدة وإحنا عايزين المنتخب يكون في أحسن صورة لي سواء من كابتن حسام البدري هو مدير الفني أو غير كابتن حسام البدري هو المدير الفني إحنا أيام مستر هكتور كورو ما كانتش عاجبنا الأداء كان بيحقق الرجل نتيجه وبيحقق أهداف مهمة جدا لكن في نفس الوقت الأداء ما كانتش عاجبنا وجمهور الكورة المصرية بصراحة بيبقى عايز يستمتع بالكورة يستمتع بأداء المنتخب وده حق ومشروع جمهور زواق جدا حياته كلها كرة القدم الكلام ده إحنا ما شفناهش أبدا إمبارح بخصوص منتخب مصر عايز كما نتكلم عن اللقطة